مرحبا مدرست عمر ابن الخطاب اللي في مدينة ادلب في الحرش مالية في الستينات لو في مؤرخ اجا بديكتب تاريخها لهالمدرسة اش كان بيقول بيقول مدرستنا بعد ما اجا الفتى فريد لسبنان اليها مو متل ما كانت قبل ما يشرف فريد اليها في العرف الشعبي اش بيقولوا بيقولوا المدرسة صارت جوف حمار صارت شلت حرير وعلقانة في الشوك المشاكل اللي بلشت تصير بعد ما صار فريد في مدرسة عمر ابن الخطاب بينه وبين رفقاته اللي طول النهار بينكوشهم وبيقروصهم وبشدهم من رقبتهم او بضربهم بتشاروه واللي كانت تصير بينه وبين الاستاذ امجد زرقان وقدت الى انه امجد استنفر وراح الادارة وقال له هذا انا ما بحوي عندي الصف يا استاذ على هذا خده لمي ما بدك اعطيه تبرع له فيه واللي كانت تصير يوميا بين فريد والازن ابو عمير انه يا فريد شاروخك ما بصير جايب فيه كلها دطين تفوت فيها المدرسة روح نضفه نضف شاروخك وفرجينيها انه نضيف له خليك تفوت ما بخليك تفوت الجأجئلي طول النهار انا لحالي عبنظف في هاي المدرسة هذا كله ادى الى فتح دفاتر قديمة في المدرسة في غرفة المعلمين اللي بيرتاحوا فيها اثناء الفراس صرت تلاقي كل اتنين ثلاثة من المعلمين قاعدين جنب بعضون هيك وعم يحكوا بوتوتو انه نحنا كنا نعلم في الاعدادة في السانوي في دار معلمين وكل واحد من هنا معلم وفتحل في المادة تبعه راحوا نزلون على الابتدائي وجابونا مدير قد ولادنا بس لانه بعسي ومع ذلك انه لحالنا يلا باقينا شوي منطلع التقاعد بنا ممرق الامور ومشي الحال بس هذا علاء الرداد يروح يجب لنا ولد له ما بعرف كام سنة متخلف عن المدرسة كبير بالعمر ومئزي وحرك ومشاكل جي لأ هاي ما مقبولة وبالنسبة لامجد الزرقان انفتحت القصة انه لما كان هو استاذ في دار معلمين انه علاء كان طالب عنده وعلاء كتب موضوع مصخر فيه عبخله لأمجد وانه كيف امجد اشتكى وفصلوا لعلاق صاروا يقولوا هلا بالوضع الجديد انه جاب له فريد حطوا له يا بخلقته انتقاما منه لانه بزمانه اشتكى عليه وهذا الحقيقة مو صحيح لانه علاء كان امامه خيارين اما يحطوا عند عبدالله او عند امجد فهيك خطرت له انه حطوا عند امجد مو متذكر القصة القديمة يعني بس مين كان بيعرف انه فريد بده يجننه لأمجد يعني ما حدا بيعرفه عن حقيقة وبالنسبة للاستاذ عبدالله اش صار يقول ايه واه انا صفي هلا صار مكب نفايات واحد مرفوض بالصف الثاني او بالشعب الثاني واستاذ الشعب الثاني ما بده يا ادفشوا جيبول عند عبدالله مع ذلك عبدالله هو باله طويل بالاساس تحملوا لفريد وحطوا عنده يومين ثلاثة لبين ما طقلوا عقله انا هون بدي ساوي جملة اعتراضية بدي قول انه ابو خليل وام خليل وولادهم كلهم ما بيعرفوا اي شي مما يجري في المدرسة انه بيعرفوا انه فريد بروح الصبح عالدوام بنصرف مع صرفة الولاد هذا كل شي لانه ما حدا حكالهم شي وانا متأكد كراويلي هاي القصة ومن خلال معرفتي بشخصية ابو خليل انه لو سمع انه فريد عامل في المدرسة ربع مشكلة كان راح شحطهم الصف وجابوا على البيت وسكر عليه الباب اما بنسبة للأستاذ عبدالله فاللي صار انه اجد الباب على علاء ودخل وقال له مرحبا أستاذ قال له مرحبتين قال له عندك شي شغل ارتباط اجتماع كذا قال له لا قال له تسمح لي قفل الباب قال له قفل قفل الباب قال له يا أستاذ انا اشو اعمل لك دخيلك يا خاي انت بالله بسعر ولادي انا عندي مشاكل كتير في البيت وعندي بنت معاقة صار عمره بحدود 35 سنة وانا بتضل اصرف عليها مدى الحياة فهلأ انا اذا بروح بستقيل وبطل من كلها الشغلة بيخرب بيتي يا أستاذ ترضاها قال له اشعر الحكي عبتحكي يا أستاذ قال له طبعا انا تجيب لي هذا تحط ليها بآخر عمري وانا بقيلي شوي لأطلع التقاعد والله ما لك حال قال له أستاذ يعني برأيك هذا الولاد شرس قال له يا أستاذ علاء انت قلبك طيب كتير شرس بس شرس هذا الشرس ومئزي وواطي وحقير وسافل ومنحط وقد ما بدك صفات بشعاه حطها يا أخي استغفر الله أنا ما بريد احكي على العالم بس هذا كتير كتير واطي هذا الطالب يا أخي منين جبت لنا هو يا أستاذ على كان مطمئن انه الأستاذ عبد الله ما رح يكبر قصة بدليل انه اجا وسكر الباب من جوا وحكى بينه وبينه ما في شو شرس يعني ومع ذلك قال هذا الأستاذ فعلا لازم بقى يعني نراضي قال له أستاذ أنا والله اللي حلل لك هاي المشكلة ما بيصير إلا أنت تبقى راضيان تفضل معي راح وسوا على الصف قال له تفضل أستاذ أنت دخول على صفك فريد جيب شنتايتك وتعال فريد نسلت شنتايت تنك كان حاططها بالدرج ومشي هو عبطش بيشاروخه وطلع مشي جنب على طلعوا بره المدرسة ومشوا بالطريق اللي بيودي عبيت أبو خليل فهون اتنين اللي بيشوفهم من بعيد ماشين جنب بعضهم على أطول من فريد بشيء لا يذكر واتنين هاتون كانوا عبي يفكروا على أش كان عبيقول لحاله والله هالكائن هذا اللي اسمه فريد قبل ما يجي عالمدرسة ما كان إلا طعمه كل شي ماشي والأمور روتين هلأ صار فيه عندنا أكشين ودراما وكوميديا والله أنا عبيقول لي عقلي أنه آخذوا لعند أمي لأنه أمه لعلى كتير صاحبتني كتير عرفهن ع بعضهم وخلي هو وياها يعملوا سنائي كوميدي أو أختي عليا أخته عليا متجوزة طبعا وجوزة كتير سيء وكل يوم التاني بتقاتلوا مع بعضهم لأنه عليا بتطلع بلغة وفيه تقريبا نقمة عامة عليها الشاطر بيقول له لجوزة أنه روح خطي مرتب كذا وجوزة عقله صغير وعلى الآن مع بعضهم يعني وكل يومين وثلاثة بتجي حردانة على بيت أخوه فأنا كمان بعرفه على عليا بركي بيرفه عنها وبصير هي يعني بتغير جو بينها وبين جوزة أو بدي أخذه أرجعه لأبو قال له يا أخيه هذا ابنك ما أزبط معنا وهذا الحل الأفضل فريد كان عيقول لحاله هذا الأستاذ يخذني هلأ لعند أبويه أو عدارة بيقول لأهلي أنه هذا ما بيصير معناه فأنا شو لازم أعمل لازم أفطر فيه أبل ما يتغدى فيني وكانوا ماشيين لهم ثلاثة أربع دقايق وساكتين تنيناتهم فجأة فريد قال له أستاذ بدي إلك شغلة قال له إيه توضع السيد فريد إيه اللي شغلة قال له إجا اللي عنا أستاذ الرياضة من أربعة أيام إجا اللي عنا ع الصف وقال إنه بدي يصير يعطينا دروس الرياضة قال له إيه أنا بعرف هذا الشي مو أصدك الأستاذ ماذا قال له إيه وقال عنا كل أسبوع خمس حصص الرياضة قال له إيه وين المشكلة يا فريد قال له المشكلة قال أنا ما بصير إجي بالشاروك لازم ألبس خف فرياضة قال له أصدك خفافي لأنه ما في شي اسمه خف الخف تبع فلاحة قال له إيه هاي هي رحت لعند أبوي أنا وقالت له يا بشتري لي خف قال لي إيه تكرم يا ابني وأخدني وروحنا على السوق تبع الإندرجية اللي صار معنا بسوق الإندرجية إنه الخف الولادي ما يجي عجري يجي ديق الخف الرجالي يجي كبير يصير خوشي خوشي فما مشي الحال وأبوي كتير نقهر هو ماشي عمي يفكر تلاقى بواحد صاحبه قال له يا أبو خليل هون بإدلب ما بتلاقي بدك تروحها سلقين في واحد اسمه ملك المحير من بيت شمروخ أبو عبدو اسمه بيفصل لك لابنك تفصيل خف الرياضة اللي بدك يا اللي بيحبه قلبك فأبوي أشو قال له لأمي بالليل قال له سمعته عبي قل له إنه بكرة بدي بعت خليل والجميل على الفلاحة وأنا بدي روحها سلقين فإذا هلأ يا أستاذ ياخدني اللي عند أبوي مشان تقول له هذا ابنك عبي عزة بالأسات زي ما رح تسفيت شي لأنه أبوي مو بالبيت أبوي بسلقين وإذا بتروح عن الفلاحة كمان ما بتلاقي لأنه هو بسلقين فإذا كان بتستنى ليرجع أبوي من سلقين هداك الوقت يا أخي بتاخدني وتقول له هذا فريد ما زبط معنا في المدرسة لما كان فريد عبي حكي لعلى سالفة خف الرياضة بسمي خف يعني بيقصد الخفافة وكيف أبو أخده على السوق وصار أي سوق وإذا والليدي يطلع صغير على أجره وإذا رجال يطلع كبير على أجره وكيف شاف واحد فيه وقال له روح على سلقين وذكر له اسم واحد في سلقين أنه هذا اسمه ملك المحير وعطاه اسمه وكنيتو أنه هذا الكلام إذا بيطلع صح معناه تعلق هذا فريد واحد يعني مثل ما هو صاير معه بس إذا بيكون كل هاي الرواية هاي السالفة مقلفة تأليف شاحرة من عقله فوالله هذا ولاد عبقري هون أخذ قرار بسرعة هو على أنه أنا بدي انتظر لأتأكد من صحة هاي السالفة إذا كانت صحيحة بدي ألعه لفريد من المدرسة وإذا طلع تكذب لأ بدي يخليه في المدرسة وبدي يتحمل الضغوط اللي عم صير علي وخليه أطول فترة ممكنة